في بداية هي الزيارة مهمة جدا حابين نعرف من حضرتك قراءتك لهذه الزيارة وإزاي ممكن الزيارة دي تعكس عمق العلاقات ودائرة مصر مع موحتها الأفريقي أولا طبعا هي الزيارة مهمة من حيث الدلالات من حيث التوقيت من حيث المخرجات من حيث الدلالات الدلالة الأولى بتعكس قوة العلاقات المصرية مع أفريقيا بشكل عام ومع منطقة القرن الأفريقي بشكل خاص هذه المنطقة طبعا ومنطقة حضن النيل هي فصول بالأمن القوم المصر ومصر فعاد الرئيس السيسي أولت العلاقات مع أفريقيا وهذه المنطقة اهتماما شديدا ضمن تنويع دوار السياسة الخارجية المصرية الدلالة الثانية أن السياسة الخارجية المصرية دائما هي تمثل طيار الاعتدال تقدم دائما نموذج في إدارة العلاقات الدولية القائمة على التعاون الاستراتيجي تحقيق التنمية، النفع المشترك، المصالح المتبادلة وهذا بيعكس حقيقة بصداقية السياسة الخارجية المصرية عندما تولي مصر أهمية كبيرة للصومال وإريتريا ومنطقة القرن الأفريقي فمصر تدخل من منظور أو من مدخل تحقيق التعاون والمصالح لجميع الأطراف وهذا نعكس حقيقة في أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الدلالة الثالثة المتعلقة بأن دائما مصر تتحرك على كل المحاور الاستراتيجية في ظل تزايد التهديدات المختلفة سواء شرقا شمالا جنوبا ثم في الأعماق والأول مصر في التاريخ حقيقة غير المسبوك أن يكون هناك تهديدات متزامنة على كل الجبهات المصرية الشرقية، الغربية، الشمالية، في البحر الأحمر، في منطقة القرن الأفريقي وبالتالي هنا مصر تتحرك بالتزامن فيكة المصرات المتوازية والمتكاملة هذه من حيث الدلالات من حيث التوقيت طبعا بتعكس أهمية كبيرة لأن منطقة القرن الأفريقي تشهد تطورات وهناك محاولات من بعض القوى لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة من حيث التوقيت أيضا تشهد في ظل يشهد في البحر الأحمر والملحة التجارية في البحر الأحمر تهديدات وهو ما أثر بالطبع على القرنات السويس وعلى الأمن القومي المصري وبالتالي هي تأتي في السياق مهم أيضا من حيث التوقيت هي بتعكس أيضا فكرة الترقومية في السياسة الخارجية المصري بمعنى أن زيارات مصر وعقاطها مع هذه الدول لا تأتي فقط من زيارة واحدة أو منقطعة ولكن هناك الترقومية بحيث يتم البناء لكل المراحة يعني الرئيس الإريتري أسياس أفوركي زيارة مصر في 2014 وبعدها خمس مرات رئيس سيسي أيضا الرئيس السومالي حسن شيخ محمود زيارة مصر كان موجود في الوقت وريب بالطبع وهناك إطار مؤسسي بيحكم العلاقات بحيث يضمن يكونك استمرارية في تطور هذه العلاقات ثم العلاقات متشابهة ليست في بعد واحد لكن كل الأبعاد الأبعاد الاستراتيجية السياسية الاقتصادية الأمنية